مهرجان القرية التراثية مهرجان القرية مهرجان القرية وعي البيئي وحماية الحياة الفطرية إضافة إلى دعم الصقارين المحليين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها كما تأتي جوائز الكاس مرتبة لعلى قيمة للصقارين على مستوى العالم حيث يبلغ إجمالي الجوائز 60 مليون ريال سعودي شهدت النسخة الثانية من فعالية أيام الفنون الشعبية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في مدينة العين الإماراتية إقبالا كثيفا من الزوار التي تهدف في إيجاد مساحة فنية تسمح للجمعيات الفنية والمعنية بالفنون الشعبية والفرق الأدائية التقليدية أن تجد منصة خاصة بها وذلك لإبراز هذه الفنون وتعزيزها لدى أبناء هذا الجيل والناشئة والمحافظة عليها للأجيال القادمة كما تركز برامج الفعالية على مختلف الفنون الأدائية التقليدية والموسيقية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مثل فن الشلة والونة والنهم ويولة السيف وغيرها من الفنون الشعبية المشتركة في دول الخليج العربي اختتم مركز عمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني اختتم انشطته لعام 2023 بمقره بمدينة الإعلام واجتمل برنامج ختام الأنشطة على جلسة شعرية في الفنون العمانية المغنى قدمها مجموعة من الشعراء كما شمل جلسة حوارية حول الموسيقى التقليدية العمانية تم التطرق فيها للعديد من الظواهر والمتغيرات التي كان لها أثرا واضحا في أنماط الموسيقى التقليدية وتم تقديم عددا من الحلول التي من شأنها الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالفنون ليبقى هذا الارث حاضرا لدى الأجيال القادمة أقيم في مركز أبراج الساعة بمكة المكرمة فعالية نحن تراثنا وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث وتأتي هذه الفعالية من أبراج الساعة لدعم الثقافة السعودية وإصالها إلى العالمية كون أبراج الساعة تستقبل سنويا 20 مليون زائر وذلك بهدف إثراء تجربة المعتمر والزائر المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نحن تراثنا في أبراج الساعة بمكة على مدى خمسة أيام انطلقت فعالية تحاكي شواهد أثرية وفنية احتضنتها صخور المملكة توثق إرتها المعرفي وعمقها الحضاري هناك سبعة مواقع تراثية سعودية مسجلة لدى منظمة اليونسكو فارتأت أبراج الساعة أن تقوم بمجسمات تحاكي الواقع بهذه المواقع التاريخية المسجلة في اليونسكو استعرضت الفعالية التي انطلقت بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أعمالاً فنية من التراث السعودي وقمنا بترجمة الشرح عن هذه المواقع بسبعة لغات مختلفة بالإضافة إلى العربية والإنجليزية لكي تصل إلى أكبر قدر من الحجاج والمعتمرين هدفنا نقل والمساهمة في نقل التراث والثقافة السعودية إلى العالم من أبراج الساعة إن شاء الله مزيداً من الفعاليات الثقافية التي تخدم ثقافتنا السعودية المعرض يهدف إلى التعريف بتراث المملكة كجزء من عملية إثراء الزائر والمعتمر وذلك عبر تشسيد نماذج تحاكي المواقع الأثرية لتنقلهم في رحلة إلى الماضي ترجمة نانسي قنقر